منذ كانت طفلة صغيرة وشخصة بمرض السكر من النوع الأول كان يتعين عليها أن تعتني بنفسها وترقب مستويات السكر أو الكلوكوز في الدم دانالويس تفعل ذلك بواسطة جهاز صغير يعطي انذارا حين ترتفع مستويات السكر أو تنخفض في دمها الجهاز موصول بمضخة توفر جرعات الأنسلين اللازمة لحالتها لكن دانا انتبهت إلى أنها أحيانا بينما هي نائمة لا يمكنها سماع جرس الإنذار ذلك ما يعني احتمال مواجهتها وضعا صحيا خطيرا في حالة النوم العميق لا أصح على الإنذارات التي يطلقها الجهاز ولذلك يمكن لمستوى السكر في الدم أن يرتفع كثيرا أو ينخفض كثيرا والنتيجة قد تكون دخولي في حالة من الغيبوبة دانا أدركت أنه لا بد من حل وأنه باختراق نظام مراقبة مستوى السكر في الدم يمكن تحسين فعالية الإنذار ولتحقيق ذلك عملت مع عدد من المبرمجين على استنباط حلول حسابية مكنتها من ذلك ومن اكتشاف طريقة جديدة لوصل جهاز المراقبة بمضخة الأنسلين عبر حلقة محكمة الإغلاق وأطلقت على النظام اسم جهاز البنكرياس الاصطناعي هذا الجهاز عبارة عن لوحة كهربائية بسيطة ورقاقة كومبيوتر متصلة بهوائي صغير لاستقبال البيانات وبثها بين نظام مراقبة مستويات السكر ومضخة الأنسلين دانا وزملائها قرروا أن يكون رمز الشفرة البرمجية متاحا للجميع ليستفيد من الجهاز مرضى السكر من النوع الأول وأيضا ليتمكن من يستطيع تطويره من فعل ذلك أليت ستيورت كان أحد المستفيدين من الجهاز ويواصل إلى اليوم العمل على تطويره ويشرح أهمية كون الرمز البرمجي متاح للجميع عندما بدأنا العمل في هذا المشروع كان الفنيون المتخصصون يمضون حوالي خمس سنوات في الحصول على الموافقات اللازمة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومن ثم السير في إجراءات تصنيعية وتجارية لحين وصول الأجهزة إلى أيدي مرضى السكري ولكن إتاحة البرمجية الخاصة مكنت المرضى من الحصول على الأجهزة بوقت أسرع وتقديم اقتراحات وأفكار لتحسينها وتطويرها بشكل أسرع مما لو تم ذلك في تجارب سريرية ومن أهم التطورات الحديثة المرافقة ربط جهاز البنكرياس الاصطناعي بالهواتف والساعات الذكية التي تمكن المرضى من مراقبة مستويات السكر في الدم مباشرة واتخاذ الجرعات اللازمة من الأنسلين في وقتها